نظم مشروع الدعم الانتخابي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية في مصر وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة المؤتمر الدولي حول مشاركة المرأة في الإدارة الانتخابية يومي العاشر والحادي عشر من ديسمبر 2014 لمناقشة أهمية دمان تمثيل كامل للمرأة في كافة مستويات هيئة إدارة الانتخابات سواء في الأمانة العامة وأعضائها المؤقتين أو بين مسؤولي مراكز الاقتراع وغيرهم من الموظفين وقدم المؤتمر تجربة مصر في هذا المجال كما تم عرض رؤى دولية لكيفية مراعاة النوع الاجتماعي في إعداد وتنفيذ العمليات الانتخابية من خلال تجارب الدول التالية تونس، الأردن، رومينيا، كينيا، جنوب أفريقيا، تنزانيا، الهند، جورجيا والمكسيك كلنا لازم نشتغل تؤدفوكيت التشينجز اللي احنا طلبينها لازم المرأة تبقى متواجدة في جميع الإدارة الانتخابية على جميع المستويات بداية من اللجنة العليا للانتخابات الدراسة متعلقة بمشاركة المرأة في إدارة العمليات الانتخابية في مصر مشاركة القاضيات في الانتخابات في سنة 2007 و2010 كانت محدودة بعد كده إذا نظرنا إلى الاستفتاء على دستور 2014 الشاركة في 650 قاضية فيما يتعلق الانتخابات الرئاسية في 2014 الشاركة فيها 800 قاضية ونسبة مشاركة المرأة فيما يتعلق بالإدارين والمعاونين كانت 28.5% في الحقيقة المؤتمر في منتهى الأهمية لأنه بيدي خبرات دول كتير جداً وأنا في تقديري أن احنا محتاجين النوع ده من التجارب لأنه احنا نعتبر بنحط الخطوات الأساسية لكتير من الأشياء لسه بنبني مفاوضية الانتخابات وبالتالي نقدر نستفيد من الخبرات دي وكما تطبيق المشاركة على تجارب الانتخابات من نوعين وليس هناك ثلاثة الانتخابات ويسر هناك أن في المواضي يفعل ذلك بل أن الحال كان المواضي أو المناطق والدعين يجب أن يكون المعاونين من الأشياء في الكنيان أين أصبح اليوم من 50% من المبليل المواضيين ويجب ويجب أن يجب أن يكون هناك تلك المواضي سوية بأمامة تجراء المواضي والمواضي والمواضي والموضي في ناجحة الإنساة، أحياء أدوية أدوية في ناجحة 51.6% من أدوية الإنساة في الناجحة والنجحة التي يتعلق تأثير عن الناس بكل أشياء ومع المتص lifetime قمنا أيضًا في أدوية أدوية ناجحة أدوية في 51.9% شقوق ليسوا أي خذه Christine express وأن يدرك الرجل والبرأة معاً أن مشاركة البرأة الفعالة في إدارة الشأن العام هو أمر بالد للأهمية لإرساءة ديمقراطية حقيقية وتبثيل صادق وشرعي للإرادة الشعبية لأن الشعب ليست الرجال فقط الشعب هو الرجال والنساء من الآن أن كنت تستطيع التجاريخية إلى حتى تعطون كبيرا والجنبات لكيما العتمة الأمر لكيما العتمدة وقبيرا جواب יותר ومعاكة في الإيقانة المترجمة أن تجد أن يومت ماتات التعليف كافة هناك أصبع المجلوات من الملمدين في مدينة التقناميز أو ترجمة التقنامات工طية هذه المنطقة الرجالة تقصر بصوت شكل صورة خلال الصورة والسطورة 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 لن تمرأch شعور العيوات. و غيرتث عن جميع الجميع العمل. شعور سيئلة، فكرة سيئلة على المحت schedules ولكن أريد أن أقوم مرحلة لأنه فيزرين وصفي ما قالت لكوت شعور العميات فهي مقاملت اعجاب الابتعاضي ومع تجه دائرة المناطق المتقبل وضع في العملية المفيدة عن الإعلام الأمام والماعيح المبكرة الأمور المتحدة للجميع مثل أمور مياجرات لتعرفة أمور لتعرفة أمور والإمكان الإمكانية في كل أسفلات المنطقة هذه أمور لتعرفة أمور لشخص أمور لذا يجب أن يكون أدفع مستوى وشعرات المنطقة في أمور لتعرفة أمور القوانين التي تنظم الإدارة الانتخابية ضروري أنها تنص على حصة لفائدة النساء لفائدة الضمان يعني حد أدنى من تمثيل النساء من المهم أن يكون فهم إحصائيات مبوبة حسب الجنس إمرأة رجل وهذا ما نفتقده بشكل كبير جدا يعني لا يمكن أن نطور العقلية ولا يمكن أن نطور السياسة العامة دون وجود هذه الإحصائيات التي يعني تبين لنا أين مواطن الخلل أين توجد النساء أقل في أي عملية في أي مرحلة How can gender sensitivity be achieved in an Electoral Administration that Electrical Management Watch will be able to do the work in a much better way Thank you very much and have a good evening and see you soon in the next workshop on gender sensitivity and electrical Administration thanks شكرا